بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم معكم الأستاذ ثامر عبد الرحمن العبد اللطيف من برامج ومعاهد التربية الخاصة للصف السادس ابتدائي مادة الرياضيات أحبايا الطلاب والطالبات قبل أن نبدأ في هذا الدرس يجب علينا إزالة جميع المشتتات ثانيا الاستعداد جيدا للدرس ثالثا متابعة التمارين بالكتاب هيا نبدأ درسنا لهذا اليوم وعنوان هذا الدرس وحدة القياس الصانتي متر أحبايا الطلاب والطالبات أولا نميز وحدة القياس الصانتي متر ثانيا كتابة وحدة القياس الصانتي متر ثالثا نفرق بين وحدة القياس الصانتي متر والمتر رابعا تلوين وحدة القياس الصانتي متر أحباي الطلاب والطالبات وحدة القياس الصانتيمتر إذن وحدة القياس الصانتيمتر هو وحدة لقياس الأطوال القصيرة إذن الصانتيمتر ها هو الصانتيمتر وها هو اختصار أو رمز الصانتيمتر أحسنتم يا أحباي الطلاب والطالبات إذن الصانتيمتر هو وحدة لقياس الأطوال القصيرة إذن الصانتيمتر هو وحدة لقياس الأطوال القصيرة إذن نكرر الصانتيمتر هو وحدة لقياس الأطوال القصيرة أحسنتم يا أحباي الطلاب والطالبات إذن أداة القياس المصطرة إذن هيا نشاهد أداة القياس لدينا هنا أداة القياس المصطرة إذن ها هي أداة القياس المصطرة لدينا هنا أداة القياس المصطرة أحباي الطلاب والطالبات هيا نشاهد هنا لدينا هذا العود الخشبي هيا نقوم بحساب هذا العود الخشبي إذن هذا العود الخشبي أحسنتم أربعة عشر صانتي إذن أربعة عشر صانتي أحسنتم إذن تم قياس هذه الأداة أو العود الخشبي في أداة القياس المصطرة إذن ها هي المصطرة هي وحدة لقياس الأطوال القصيرة كهذه كالعود الخشبي أحسنتم يا أحباي الطلاب والطالبات إذن أحباي الطلاب والطالبات استخدمنا أداة القياس المصطرة أحسنتم وها هي وحدة القياس السانتيمتر وحدة القياس السانتيمتر وها هي أداة القياس السانتيمتر إذن أحباي الطلاب والطالبات هذه المصطرة أو أداة القياس الأرقام مكتوبة باللغة الإنجليزية هيا نقوم بكتابة هذه الأرقام باللغة العربية واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة أحدى عشر اثنى عشر ثلاثة عشر أربعة عشر خمسة عشر أحسنتم يا أحباي الطلاب والطالبات إذن إذن ها هي الأرقام أحسنتم يا أحباي الطلاب والطالبات وهنا سوف نصل الكيلومتر بالاختصار المناسب لهذا الرمز إذن لدينا هنا الكيلومتر أين هو الاختصار المناسب للكيلومتر؟ إذن أين هو الاختصار المناسب للكيلومتر؟ إذن أين هو الاختصار المناسب للكيلومتر؟ أحسنتم ها هو الاختصار المناسب للكيلومتر؟ أحسنتم يا أحباي الطلاب والطالبات أحباي الطلاب والطلاب 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 والط إذن لدينا هنا السنتيمتر إذن إذن اختصار السنتيمتر إذن اختصار السنتيمتر إذن ها هو اختصار السنتيمتر أحسنتم يا أحبائي الطلاب والطالبات إذن كم سنتيمتر في المتر أحبائي الطلاب والطالبات لدينا هنا السنتيمتر لدينا هنا السنتيمتر ولدينا هنا المتر كم سنتيمتر يساوي متر واحد كم سنتيمتر يساوي متر واحد أحسنتم 100 سنتي تساوي متر واحد إذن أحبagي الطلاب والطالبات 100 سنتي تساوي متر واحد إذن 100 سنتي تساوي متر واحد كما نشاهد هنا 100 سنتي تساوي متر واحد أحسنتم يا أحباية الطلاب والطالبات أحبائي الطلاب والطالبات هيا نقوم بتلوين وحدة القياس السنتيمتر رمز وحدة القياس السنتيمتر هيا نقوم بتلوين هذا الرمز رمز وحدة القياس السنتيمتر أحسنتم يا أحبائي الطلاب والطالبات وهنا سوف نقوم برسم أداة القياس السنتيمتر هيا نقوم برسم أداة القياس السنتيمتر إذن هيا نقوم برسم أداة القياس السنتيمتر هيا نقوم برسم أداة القياس السنتيمتر إذن هيا نقوم برسم هذه أداة القياس المصطرة هيا نقوم برسم أداة القياس المصطرة إذن هيا نقوم برسم أداة القياس المصطرة أحسنتم يا أحباي الطلاب والطالبات إذن هيا نقوم برسم أداة القياس المصطرة أحسنتم يا أحباي الطلاب والطالبات إذن أشكركم يا أحباي الطلاب والطالبات على حسن الاستماع كان معكم الأستاذ ثامر عبد الرحمن العبد اللطيف وإلى درسنا آخر